قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتذاء بهم وترك البدع وقد رضي الله عن السابقين رضا مطلقا ولم يرضى عن اللاحقين إلا بشرط اتباع السابقين فإذا أردت الرضا من ربك فاسدق سبيل السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه فإذا لم تتبعهم بإحسان لا تشملك هذه الآية السابقون الأولون رضي الله عنه ورضو عنه ولكن من بعدهم لابد أن يتبعوهم بإحسان